السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين الاموال جزء من الرزق وناس كتير او بتتمنى ان يجي لها اموال ورؤية القطن في المنام دلالة على الرزق وقرب الاموال في الواقع للرأي وهنقول بقى ان رؤية القطن الابيض في المنام بصفة عامة دلالة للرأي على الرزق كتير سوى بقى كان في الاموال او بالابناء او بزوجة او زوج صالحين ولكن احنا بنهاردة بنتكلم عن الاموال وهنقول كمان ان رؤية القطن بكمية كبيرة لأي حد في المنام دلالة لي على قدوم اموال كتيرة اليه في الطريق وكمان هتكون اموال حلال بس زي ما بقول في الرؤية ان لازم القطن يكون لونه ابيض والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم طيب وهنقول كمان مع بعض ان اي حد في الواقع يشوف رؤية في المنام ان هو بيشتري القطن وكان الرأي في الواقع بقى فقير ماديا فالرؤية هنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة لي على ان في اموال في الفترة المقبلة جاية اليه هتخليه انسان غني جدا في الواقع وفي ناس بتشوف رؤية في المنام ان هي مجروحة وانه بيسد جرحه بالقطن الابيض وان القطن التملأ بالدم ولكن مفيش دم خر من القطن او ان حصل يبقى حاجة بسيطة ودي اهم جزئية في الرؤية اللي هنقول عليها دلالة للرأي على انه في الواقع هيستثمر امواله في اي نشاط في الواقع وان المشروع ده هيدخله ويعود عليه باموال كتيرة وهيرجع تاني يستثمر الاموال دي وهكذا اما بقى شوية الدم الصغيرين اللي هيخروا برا القطن ده ما نقول للرأي ما تخافش دي شوية مصاريف الحياة العادية اللي عايشين فيها كلنا والله سبحانه وتعالى ادرى واعلم واسعد الله دائما منامكم واشكركم على حسن استماعيكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة